هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس السبت أكثر من مليون ومئة وثلاثة وثمانين ألف شخص فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم نحو مليون ومئة وثمانية وأربعين ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من أربعمائة وواحد وتسعين ألف شخص